يوم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت بنا ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي ان شاء الله. آآ فمبرك عليكم هاد الايام يعني من دي الحجة. كدريك ان شاء الله آآ العيد هذا. قريب مبرك عليكم العيد الاضحى. كانت بنا يدخل يعني علينا بصحة ولا في يوم فبيت الحال. ان شاء الله. كل وحدها باش كدت منها. فحاولوا البنات يعني بالدعاء في هاد الايام من دي الحجة. في يعني ما كنش ما احسن منها فكدري فقط يعني مرة في العام فحل نحاولو ان انا نجتهد بطبيعة الحال الدعاء يعني اللي بغت اي حاجة اللي بغت الدرية اللي بغت زواج اللي بغت كذلك العمل اي حاجة اللي بغت في حاجة هتحاول انها تجتهد في هاد الايام هذا. اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم واحد الوصفة. هاد الوصفة هذي للحمل كتساعد للحمل كتساعد على الحمل ان شاء الله يعني الناس اللي عندهم تأخر ديال الحمل. هاد الوصفة هذي فيمكن استعملوها للرجال ولا النساء بتابيت الحال. وصفة رائعة لتنشيط يعني في نفس الوقت هذي لتنشيط المبايد يعني للسيدات وفي نفس الوقت يعني اراها رائعة حتى للرجال يعني بالنسبة يعني للحيوانات المنوية فراها رائعة يعني يستعملوها بجوشتهم يعني راه قوية من اقوى المنشيطات للرحيم هو اا القرونفول او المسمار راه رائع 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 البنات طبيعة الحال غير ما تستعملوش بواحد الكيمية كتيرة بطبيعة الحال يعني الاستعمل شوفه ما غادش تزوب ززاف ولو تبقوا تستعملو واحد لمدة كتيرة غاد استعملوه فقط يعني في المقدار يعني اللي غاد نقول لكم يعني ما تكوي وش منه لانا اي حاجة بطبيعة الحال الى كترنا منها فبطبيعة الحال عندها العواقب ديالها فكما كيبال لكم هادا هو المسمار او او القرونفول تيكون على هاد الشكل هادا فمعروف راه رائع البنات للهدا للجسم اا يعني احتى اللي عند هادا كاسميتون اللي عند الحاسسية او اللي عندها الربو اللي كتكحب ولا شي حاجة راه رائع لها هادا القرونفول كذلك بالنسبة للرحيم كي نشطو وكي نقيه يعني ما تيبقاش فيه تي شي حاجة وكي هي لنا البويضة ان شاء الله لي الحمل اا اول حاجة كنحتاج للقرونفول واحدة كمية من القرونفول وهنايا كما كيبال لكم عندي ياغورت بطبيعة الحال ياغورت طبيعي مكليكم يعني الماد ما كانتش تستعملوا 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 الحاليب او كذلك الماء ولكن الى كان متوفر فمن احسن انكم تستعملوا هذا يعني قد نديروه فقط لمدة ثلاثة ايام هادا القرونفول هذا وان شاء الله من بعده كانت منا يعني انه يجيب اه يجيب الشفاء واللي عندها طبيعي الحال تأخر دي الحمل اول حاجة لبنات هي المنسبة تديروا هاد الوصفة حاولوا انكم يعني دعاء طبيعي الحال الدعاء وصلاة الاستغفار حاولوا انكم يعني تديروا الاسباب وان شاء الله طبيعي تحل كمال على الله سبحانه هو تعالى اه فكن اخد هاد الياغورت كنحله هذا اللي استعمل معكم اراه يعني مسوس من احسن هنا غدي ناخده تقريبا سبعة دي الحبات ما تكتروش ما تفوتوش البنات سبعة دي الحبات ايه هادك هما خمسة سبعة خمسة ستة هما سبعة شفتوهم كنديروهم ربعة خمسة ستة وهس سبعة بطبيعة الحالة من بعد البنات هنشو ما يعني درت هنا سبعة دي الحبات سفيك نخلطهم فكينا اللي ما كتقدرش انها يعني هادك هو وراه القرن فري يعني ما ماش بزاف وكينا اللي ما ما تقدرش على هذيك انهم جهد شوية فهذا علاش انا يعني خدرت لكم مع ياغورت في ممكن لكم انكم تستعملوهم مع الماء كذلك يمكن لكم تستعملوهم مع الحليب ولكن طبيعة الحالة ما كتقدرش على ذيك المرورية الحقيقة هو ما فيش بساف فتستعمل هاد طريقة هادي يعني اديرو في الياغورت طبيعي احنا دب هنا قدرناها البناس مسلا نصابسوا اليوم غا تديريه ثلاثة ديال ايام بعد الدورة اليوم سليتي من الضbeitet في طبيعيه الحال سليتي ودوشتي اليوم ها سوبيه اليوم تلغط لي تلغط لي ثلاثة ايام بعد الدورة ليوم الاول تسلي منك الدورة تدوش وتسلي منك الدورة هادي تاخديه ثلاثة ديال ايام يوم الاول بعد دورة يوم الثاني بعد الدورة ويوم الثالث بعد الدورة ان شاء الله رائع رائع يعني من بعد من بعد ما تشربه الى كان من احسن انكم تشربوه انتو والزوج انتو والزوجة ديالك ومن بعد تكون يعني علاقة آآ عادية يعني يعني علاقة عادية بيناجكم وان شاء الله وباذن الله فحاولوا يعني السيدة اللي عندهم بتأخر ديال الحامل وليش حال هادي بطبيعة الحال ما 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 حملوش فيحاولوا يستعملوا هاد الوصفة مع الاستغفار والدعاء وقيام الليل كانتمنى انكم تديروه فيعني هاد الايام فيعني في الدعاء مستجاب وان شاء الله ان شاء الله كانتمنى اي وحدة اي وحدة يعني في قلبها انها ابغات يعني الدرية الصالحة الله يستهل الله يرزقها من هاد منور هاد الله يرزقها يعني باش ما تشمنات فبزف بزف ديال السيدات يعني كل 15 عام كي اللي 10 سنين كي اللي فكل شي قلبنات بيد الله بطبيعة الحال كل شي كل شي بيد الله يعني غير حاولوا يعني ما تتقزمش يعني نفسية ديالكم ففوحد منهار غدي جي واحد منهار وغدي تكونوا ان شاء الله حاملات اه كما قلت لكم دعاء الدعاء الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي اي حاجة صدقة فما كتعرفيش ايشنا هي الحاجة اللي يمكن ان شاء الله انها تكون السبب باش انك يتحملي ضروري انكم تديروا الوصفة وطبيعة الحال مع الدعاء والاستغفار فكما قلت لكم البنات هاد الوصفة كتاخدوها بعد الدورة ثلاثة ديال الايام وان شاء الله يكون خير فما تنسوا منيش بلايك اللي عجبكم الفيديو وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو اخر او وصفة اخرى في امان الله اشتركوا في القناة